اشتركوا في القناة وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت باخلاص والافضل ان يكون بالدعاء المأثور ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه وان سلم تسليمة ثانية فلا بأس لورود ذلك في بعض الاحاديث والحمل اذا سقط لاكثر من اربعة اشهر صلي عليه لحديث السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة وتشرع الصلاة على الغائب الذي لم يصل عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على النجاشي وكلما كثر الجمع كان افضل للميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت تصلي عليه امة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه ولا تجوز صلاة الجنازة على كافر لقول الله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون